قام الوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني الجنرال بشارع سياد الله بزيارة للعاصمة المصرية القاهرة حيث التقى خلالها برئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبعض القيادات العسكرية وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين محمد عثمان مشير عبر هذه المراسم الرسمية عالية المستواف فقد استقبل الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامة فريق أول بشارع سياد الله من قبل نظيره المصري فريق أول الصدق صبحي ذلك خلال زيارة له بالعاصمة المصرية القاهرة وفور وصوله فقد التقى وزير الدفاع الشادي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقد استمرت هذه المقابلة لساعات وناقشاء طرفين خلال هذه الفترة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة الأمنية وكانت القضية الليبية أيضا قد عقذت جزءا كبيرا من هذا اللقاء الذي دار بين الرئيس المصري ووزير الدفاع بشرع سجد الله ذلك بعد أن استلم فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من نظيره الشادي فخامة إدريس ديبي إتنو حيث كانت هذه زيارة على حسب وزير الدفاع كانت مثمرة من حيث الغرض التي قام بها المسؤول الشادي خاصة فيما يخص المسائل الأمنية المختلفة وموضوع تعزيز التعاون بين البلدين